كما تشاهدون في الصورة هذا المنزل الذي تتخذه الميليشيات مقرا لقصف وقنص المدنيين في هذه المنطقة منطقة يعيس حيث نتواجد الآن في الخطوط الأمامية من موقع يعيس الذي تدار في المعارك بشكل يومي وبشكل مستمر بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني وبين ميليشيات الحوتي وقوات الرئيس المخلوع هذه الصورة التي أمامكم الآن هي قرية يعيس التي شرد منها أهلها وخرجوا بفعل قصف وقنص الميليشيات المتواجدة في جبل التهامي الذي تشاهدونه الآن في الصورة هذه المنطقة باتت شبخالية من السكان وهي منطقة تماث بين الميليشيات وأيضا بين الجيش الوطني في هذه المنطقة بالتحديد شهدت أكثر من عشرات محاولة الهجوم والتسلل باتجاه منطقة موريس كونها تعتبر المنطقة الرئيسية لدخول محافظة الضالع بل لدخول الجنوب كما يقول رجال الجيش الوطني محمد مريسي قانتو بالقيس محافظة الضالع موسيقى